أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلي في لبنان ينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفال في جنوب لبنان أدى إلى إصابة اثنين من جنودها وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جون نوال بارو شدد عبد العاطي على ضرورة التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلامة موظفي الأمم المتحدة وأكد الوزير على ضرورة تحقيق وقف ثوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي مستعرضا جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد وجدد الوزير موقف مصر الرافضة للمساس بالسيادة لبنان وسلامة أراضي كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات للقطع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الغربية اشتركوا في القناة